بعد جولته المكوكية بين بغداد وأربيل لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية العراقية وضغط عليهم بشأن تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر اجتمع مبعوث الرئيس الأميركي بريت ماغا كورك مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني في أربيل وطلب ماغا كورك من البرزاني الانضمام إلى تحالف النواء المتكون من الصدر والحكيم والعبادي وعلاوي وعدم توجهه نحو تحالف الفتح بقيادة هادي والعامري ونور المالكي الأمر الذي أثار حفيظة البرزاني وانزعاجه من طلب ماغا كورك هذا البرزاني طلب من ماغا كورك عدم التدخل في استقلالية القرار الكردي وأبلغه بأن الكرد لا توجد لديهم خطوط حمراء على شخصية أو جهة سياسية معينة في العراق وشدد البرزاني بأن الكرد سيتحالفون مع من يلبي مطالبهم الدستورية ويضمن حقوق شعب كردستان وتسود خلافات سياسية عراقية حول المرشحين لتشكيل الحكومة المقبلة وسط زيارة المبعوث الأمريكي الخاص لدى التحالف الدولي ماغا كورك والتي تزامنت مع زيارة أخرى لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني إلى بغداد بهدف تشكيل الحكومة يأتي هذا في وقت انشكلت كتلة سائرون والنصر والحكمة والوطنية في العشرين من آب الجاري ما أسموه بنوات للكتلة الأكبر في البرلمان العراقي الجديد ويمثل الصدر والعبادي المحور الأول من الكتل الشيعية الفائزة في الانتخابات التي جرت في شهر أيار الماضي بينما يتألف المحور الثاني من تحالف الفتح الذي يضم فصائل الحجد الشعبي السياسية بقيادة هادي العامري واتلاف دولة القانون الذي يترأسه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ويستمر الخلاف بين القطبين بشأن تشكيل الكتلة الكبرى التي ترشح رئيسا للحكومة الجديدة والتي تحتاج إلى النصف زائد واحد من مقاعد البرلمان العراقي الجديد من جهة أخرى يعتزم وفد كردين رفيع مكون من الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني زيارة العاصمة بغداد يوم الجمعة المقبل لإجراء مباحثات مع الأقطاب العراقية ويعمل الحزبان حاليا على أن يكون الوفد الكردي مكون من كافة الأحزاب الكردية الفائزة في الانتخابات وذهاب إلى بغداد بمطالبة واحدة تحت اسم التحالف الكردستاني